تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في جولة إخبارية سريعة صار عندنا أحداث كثير ممكن نوقف معها بفيديو نجمحهم مع بعض حنتكلم اليوم عن قرار فيفا وبيانه الخطير أمام دور السوبر الأوروبي مصير زيدان مصير ميسي وأيضا خسارة لبربول أمام بيرني نبدأ بالقرار الأول قرار فيفا والبيان اللي وصفوا الفيفا بالمدعوم من كافة الاتحادات القارية في العالم وتهديد صريح أن بطولة الدور السوبر الأوروبية ممنوعة تصير بدون إشراف رسمي من أي اتحاد قاري وممنوعة تصير كما يخططونها الآن وإذا صار هذا الشيء حيضطر الفيفا يعاقب كل المتورطين في البطولة حسب وصفه والمتورطين بالنسبة له الأندية واللاعبين والمدربين وعلى أغلب حيتم حرمعهم المشكلة الحقية في هذا التهديد مش أن الواحدين حارب مبارأة أو مبارتين أن الفيفا لو شالك من حساباته نظام الانتقالات في كرة القدم يمر من الفيفا نظام القانون في كرة القدم يمر من الفيفا نظام حل الخلافات يمر من الفيفا فكل ذلك يمر من اتجاه واحد هو الفيفا فما بتقدر تكون لاعب في كرة القدم إذا أنت مش تحت الفيفا ما بتقدر تكون نادي فعال في كرة القدم وإلك تمثيل قانوني واضح إذا ما كنت تمر عبر الفيفا فهون بصير المجال كثير واضح أمام الأندية الكبرى اللي بتحاول تعمل هذه البطولة السؤال الأول ليش الفيفا هو اللي استفز وأصدر هذا البيانة الخطير مش الاتحاد الأوروبي علما أنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو اللي تقريبا حتكون خسائره فادحة وكبيرة جدا لو صار هذا الدوري خارج مظلته لأنه معناها دوري أبطال أوروبا صار أنه يعني شو هالدوري اللي هو 6-4 مباريات قويات وبعدين خلص دور الأول كله مضمون تقريبا فهو لحيد ضرر كثير هو الأندية الكبرى حتترك اهتمامها بالأبطال وتروع البطولة الثانية ليش الفيفا؟ لأنه اللي بفكروا فيه الأندية الكبرى خطير جدا عن كرة القدم اللي بفكروا فيه هو جمج 15 نادي 16 نادي بطولة واحدة يحصروا فيها أفضل لعبيين كرة القدم بالدمية وصيروا موجودين هناك فلفلوس كلها اللي بأوروبا هذه وبالعالم حصيروا كل الرعاية يركضوا على هذا الدوري لأنه هذا الدوري اللي بيشوفوا الناس الفلوس مش مرتبطة باللعبة الفلوس مرتبطة بالجمهور وينما الجمهور موجودة فيه فلوس مافيش جمهور مافيش فلوس هذا القاعدة واضح هذا الفلوس اللي حتتجمع بألغم النادي حتشبه كثير اللي بصير بالأنبيئي فيه 30 نادي في العالم الناس تعتبرهم هم بس كرة السلة فيه كثير ناس بالنسبة إلها بالوعي تباحها كرة السلة هي أنبيئي كأس عالم أولمبياد فيه ناس مش مهم أو دولة أبطال أوروبا فيه ناس ما بتعرف اللي مش مختصة أو بتحبش كرة السلة ما بتعرف هاي التفاصيل بس أنبيئي تجي تقولها مين أحسن خمس لعيبة كرة السلة كلهم أمريكان مين أحسن كذا كلهم لعبوا أنبيئي فحصروا اللعبة هناك المادة الشعب بتاع اللعبة عالميا تراجع كل مكانة الأنبيئي عم تتقدموا هذا الشيء واضح الشيء الخطير في كرة القدم أنه نظام الهرم فيها كبير يعني لازم يكون في قاعدة كبيرة جدا من اللاعبين ومن الأندي الفاعلة والنشطة عشان يظلهم يتفلتروا من درجة لدرجة 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 عشان يوصل عنا في الأخير فيه مثلا 450 الباعب بيعملوا الدوريات الكبرى في أوروبا والبطولات الكبرى اللي هي زي كأس العالم وكأس أمام أوروبا حصر الفلوس كلها بمكان معناه هذا الهرم حيصغر لأنه فيه أندي كثير حتفلس حبطل فيه فلوس الأساس الآن لحل هذه المشكلة اللي هو هذه الأندية عندها خيارين خيار الأول تروح على أتحاد الأوروبا تقوله والله إحنا أسفين مدامك جبت الفيفا معاك هذا ما بنقدر عليه وتعال نتفهم إحنا كنا ما ناخد كل فلوس إنا لا تعال نعمل حل أعطينا إحنا هاي النسبة وخد إنت هاي نسبتك لأنه أتحاد الأوروبا بيدوا الفلوس عشان يرجع يوزحها على الأندي الأصغر والأندي الأفقر والدول الأفقر عشان نظل تستثمر بكرة القدم وأكاديميات كرة القدم وتطوير تكنولوجيا كرة القدم ويرجع كرة القدم عندها تتقدم ويزيد عدد الممارسين لها عدد الممارسين هو أساس حسبة اللعبة بالنسبة لفيفا والأتحاد الأوروبي هذا الحل الحل الثاني بما أنه الأمريكان ورا القصة فيه يعني كلام أنه دائما الأمريكان اللي هم عم بضغطوا كثير على هاي القصة مع نشستر بناكسة بليفربول تحديدا أنه يروح قدوا مع بعض مع الأندي الثانية مدريد برشلونة ليفربول يوفنتوس كلها الأندي في أوروبا ويقولوا لهم بساطة تعالوا نعمل حل آخر تعالوا نعمل إحنا بالتحاد بالتحادنا بقوانيننا بتعليماتنا بكل شي وخلص وشكرا ما بدنا كرة قدم هذا القرار يعني هذا الانشقاق وهذا الانشقاق على الأغلب غير وارد لكنه يعني خلينا نحكي تسعين بالمئة لا عشر بالمئة لكن لو صار حيكون خطير جدا حيكون خطير جدا أنه فعليا حنصير نعيش زين وعين من كرة القدم وكأنه حنرجع لشي بشبه المحترفين جدا وكرة القدم العادية يعني زمان كنا نسموه في العالم العربي الانبي اي دور السلة المحترفين لأنه نحن كنا نعتبرهم هذول المحترفين والكرة السلة عادية إحنا تعتنا مش محترفين فهذا من فصل إذا صار حيكون خطير جدا يصير بشبه الفيفا ونظامه بنقل اللعبين فتصير كل اللعبين حلمهم يصيروا هناك وكأننا نتكلم عن كرة قدم داخل كرة قدم صعب جدا يصير هذا بس لو صار حنمر أربع خمس سنين من الانقلابات والصراعات والتمزق في لعبة كرة القدم ممكن تكون نهايته أن اللعبة تتراجع شعبيتها بس تزيد فلوسها بين أندي معينة وممكن تكون نهايته أنه والله تكون خطوة مستقبلي أن كرة القدم تشتاح العالم أكثر وأكثر ما حدا بيعرف لكن حتى الآن فيفا مسيطر فيفا على أغلب قتل دور السوبر الأوروبي لسنوات منتقل للموضوع الثاني ما صير زيدا توصلت مع عدد صحفيين مقربين من آس ماركا بيشتغلوا معهم الجميع أعطاني نفسي الجواب تقريبا وكأنهم موحدين ومتفقين عليه بيريز مش هيقدر يقيل زيدان بيريز لا قلبه حيطاوعه يقيل زيدان ولا خوفه من الجمهور حيخليه يقيل زيدان زيدان ما زال بحمي ما زال محبوب من جبهير مدريد ومن الصحف الإسبانية هذا ببساطة الجواب وهذا الواضح حتى الآن زيدان رح يكمل طريقه وربما يحمي زيدان في نقاشه مع الإدارة خروج أتلتكم تأخل برشرونة المعقد جدا على فرق أيضا مغمورة وكأنهم بيقولهم يعني شوفوا بطولة الكأس بدون جمهور وزمن كورونا وقصم الرواتب الموضوع صار مختلف وصعب جدا 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 على الجميع الآن المؤشر الواضح إنه زيدان مكمل وشخصيا أعتقد بيريز حيستنى زيدان يقول له أنا بدي أطلع وأنا زيدان بدي أطلع بتطلع منه وينتا لما يفشل في هذا الموسم يعني لو كمل هذا الموسم وما جاء بالدوري ولو كمل هذا الموسم وطلع مبكرا من دور الأبطال يعني ممكن يطلع من أطلنطة أو اللي بعدهم زيدان حيروح لبيريز يقول له أنا خلص بدي أطلع أنا ما ظليت قادر أعطي وبيريز يثق بأنه زيدان ما رح يضل يوم لو شعر أنه معه قادر يعطي ريال مدريد فرح يعتمد أكثر على كلمة زيدان حسب المؤشرات إلا إذا سأل وضع بالدوري بشكل مأساوي يعني صار يخسر مباراة ورد ثانية هنا بيريز ممكن يقول له زيدان أعذرني ما خلت لي طريقة أدافع عنك فيها بس المؤشرات زيدان مستمرة نهاية الموسم ونهاية الموسم أعتقد القرار سيكون قرار زيدان قبل قرار بيريز ننتقل الموضوع الثالث ليوني الميسي كل ما أفتح موقع حاليا الصبح إسباني إيطالي إنجليزي دائما بلت فيهم كل ما يدول دائما في وحدة من الصحف الكبيرة ذاكرة ميسي سان جيرمان ودائما ذاكرة زاوية جديدة لما أقرأ بموند دوبرتيفو وسبورت أي شيء إلو علاقة بميسي دائما في تلميح مباشر أو غير مباشر إنه باريز سان جيرمان ماخذ خطوات حقية في حسم هاي الصفقة وبالفوز بخدمات ليونيل وكأنه في شعور إنه باريز سان جيرمان بقدراته المالية أولا وبقدرته على تقديم عروض طويلة الأمد يعني لأنه نادي مملوك في قطر بقدر هذا النادي يعطي عروض مختلفة بيعطيك عرض يضمرك مع سان جيرمان وبتقدر الشركات القطرية تجي تعطيك عروض طويلة الأمد أكثر فبالنسبة للميسي مربح كروي ومربح ما بعد كرت القدم أدوار سفير هون وسفير لحدث كذا وسفير لفعالية كذا وهذا كله طبعا بيكون مدفوعة إضافيا هذا بالنسبة لليونيل ميسي وسان جيرمان فعولوا صديقه الثاني لويستواريد فإذا هم مش عارفين يجبوا لي نايمار أنا بروح لنايمار ففي هذه العلاقة الشخصية اللي بتلعب دول في الأجواء اللاتينية كثير الموجودة حاليا في باريس سان جيرمان برازيليين أرجنتينيين كثير وهي الأجواء برتحلها ليونيل ميسي حسب تصريحات سابقة وفي أيضا برشلونة بدون رئيس حتى شهر ثلاثة برشلونة في تلميح مستمر إنه إحنا ما معنا ندفع عقل ميسي ما معنا ندفع مكافآت ميسي اللي ما دفعنا لها أصلا وعندنا مشاكل سيولي رهيبة فإنت لا ماليا قادر توفر لي ولا رئيس ما نجد أحكم معاه يعني عشان أفهم شو مشروع الرياضي وعلى أغلب بالموسم الجاي الصف الجاي ما فيش مشروع الرياضي نتيجة إنه الجمهور يبدو مش هيرجع اللي في شهر أربعة أو خمسة هذا إذا رجع إن شاء الله كل هذه المؤشرات بتقول إنه طبقا نيش أضل إذا ولا شي من الأسباب اللي أنا أجد أطلع منها راحت إلى أنه برتم يطلع بس كل الظروف لسه محبطة بالنسبة إلي في برشلونا لأ خليني أروح أنا على بريسان جرمان في شيء واحد أو شيئين معلش غيرون أتراجع ممكن يخلوا ميسي الأول كومن يعمل معجزة ويفوز بدور الأبطال أنا نقولك معجزة لأنه حسب الأجواء اللي كانت محيطة بالصيف كانت صعبة فلو عملها ميسي حيضل الشيء الثاني ممكن يساعد إنه يفوز لابورتا ويجيب غورديولا لو يجي لابورتا وغورديولا بالنسبة لميسي آه أنا حضل لأنه غورديولا في عقله المشروع في عقله فهم في كورت القدم وميسي بيعرف إنه غورديولا فضل كبير عليه كما هو إله فضل كبير على غورديولا هدول الشيقتين اللي ممكن يخلوه ميسي حسب الأجواء الحالية وإلا يبدو إنه فعلا يتجه نحو سان جيرمن بمفاوضات متقدمة للغاية الروح على خسارة ليفربول والروح على المعاناة اللي بيعيشها ليفربول بشكلها طبيعي جدا إنه الفريق ما يظل يفوز على منعبه للأبد أو ما يخسرش على منعبه للأبد طبيعي جدا تخسر مباراة بس من أول الموسم لليوم طبعا مسألة الظاهرين اللي كانوا يصنعوا 90% من أهدافه ولا 80% من أهدافه وبعرفش الرقم الآن اختفوا ما عادوا قادرين يعملوا نفس الشيء آرنولد تراجعوا مذهل تراجعوا مذهل تماما يعني آرنولد في الأمام مش آرنولد اللي كنا نعرفه فيه شيء صار مع هذا اللعب أحبطوا إحباط تام أخرجوا تماما من مستوى البدني والذهني ولمسة الإبداعية وشجاعته كله راح كأنه اللعب لعب آخر مش هو يعني لازم يدوره وده فيه حدا خطف ولزل اللعب بداله مش هو هذا بالنسبة لأرنولد الشيء الآخر إذا بتحضر ليفربول بتحضره كثير بتصير في شكل أو بآخر مستوعب كل كرة رحمة لها من هذا لماني ماني حيفتح لروبرتسون أو بتروح لصلاح صلاح بدخل شوي لقدام بعدين بفتح لأرنولد أو بدخل لعب يعني التحرك عدد أفكاره قليلة ومكررة هذا بساعد الفرق اللي تلعب ضد ليفربول خصوصا أنه ليفربول بطل الدوري والآن الفرق تلعب معاه على أنه بطل دوري فتحضر له بشكل مضاعف فهالشيء بساعد كثير أنك تقدر تدافع ضده بساعد كثير أنك تقدر تحتوي في الملعب إضافة أنه فيه شيء ممنعرفش صح ولا لا بس تاريخيا نتعلمنا لما تشوف فريق كان حاد جدا وكثيف جدا ومقاتل جدا فجأة يفتقر حدته وكثافته وشغفه بتحسه تراجع كثير ومش فارقة معاية عادة ليخسر ردة فعله محدودة جدا بتكون فيه شيء له علاقة بأغرف تقييد الملابس هذا اللي تعلمنا مش ضروري يكون بالبربول بس هذا اللي تعلمنا في أماكن أخرى نتيجة أنه الشيء وهي اللي بيخلينا فجأة نشوف ثلاثي بلا فعلية بلا أسنان تماما وفجأة نشوف الفريق مش نفس السرعة وكأنه مش ليفربول كأنه ليفربول في بدايات عصر كلب فغالبا هاي الأشياء بتكون علاقة بالأجواء لأنه اللعب أثبت الموسم ماضي إنهم مستواهم أعلى بكتير من اللي بتشوفه منهم هذا الموسم فهل في شيء له علاقة بكلام صلاح هل في شيء له علاقة ربما بأكثر من اللاعب زي فينالدو من اللي ممكن يطلع ممكن في لعبين آخرين بلا شو يفكروا أنه فرصة نشوف تجربة أخرى يعني حققنا دورة حققنا أبطال مع اللي بربول هل شيء له علاقة باللي بتكلموا عنه كانوا في ألمانيا في موسم اللي رحمة دورتمون يهبط فيه إنه كلب على المدى الطويل مرهق جدا لأنه ما بيشبع دائما الناء بدي ينجح بدي الموسم الثاني أكثر وأكثر فالهادي كثافة الضغط والطلب ما عادة تتناسب هدول اللاعبين بعد ما حسوا أنهم أبطال ما حدا بيعرف بس الشيء الأكيد إنه مش مشكلة لبربول بس اللي منشوفها في الملعب ما بين أفكار وما بين انخفاض مستوى بعض الأفراد يبدو أنه فيه شيء آخر برا عم بيساهم كثير نشوف كلب متوتر أكثر من مرة التصريحات تخرج على النص أكثر من مرة نشوف اللاعبين متوترين أكثر من مرة هذه مسألة أجواء على الأغلب منحكي لسه لبربول بيقدر بأي لحظة يرجع لبربول المنتفض القوي جدا واللي يصير صعب للغاية تلعب ضده بنوصر النهاية تهي الحلقة كنت معكم أنا محمد عوات بذكركم تشتركوا على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله